بعد سنين كتير من التعليم والتعب والمذاكرة ربنا كرمك وتخركت وشوية كورسات من هنا مع شوية إعلانات وظايف اشتغلت وكله بقى تمام وفي مرة وانت قاعد جنب الحجة تتفرجوا على التلفزيون لقيتها بتقولك إيه يا ابني؟ انت مش ناوي بقى تتجاوز ولا إيه؟ فساعتها الموضوع بدأ يلعب في دماغك وقلت آه صحيح هو أنا ليه مش بتجاوز؟ أنا خلاص كبرت ما بقش ناقصني أي حاجة ما فاضلش بس غير إني دور على واحدة تنقول الشرف إنها هتبقى مراطي فقررت ساعتها إنك تخطب بنت الجران شغلة لنعنية بس فجأة بعد ما تقدمت لها بدأت تستوعب كمية المصاريف اللي تفتحت فوشك يا لهوي ده أنا مطلوب مني شقة وعفش ومهر وشابكة ده غير مصاريف الفرح فقعدت تشوف الفلوس اللي معاك لقيت إن ربنا ساترها والفلوس إن شاء الله هتكفي معا ده حاجة واحدة بس الشابكة لسه فاضل لك شابكة؟ معاكش من تمنها ولا مليم يعني جاواستك كلها ممكن توقف علشان خاطر الشابكة بس فيترى ليه الشابكة لازم تبقى دهب؟ وليه الدهب غالي؟ وإيه لازمته أساساً في حياتنا؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من فرماستان حلقة النهاردة من سلسلة حلقات الخدعة الكيميائية بس قبل منبدأ في حاجة مهمة لازم تعملها انت عملت عضوية في جمهورية فرماستان لازم تعرف ان انت علشان تبقى واحد مننا لازم تعمل زينا الشابكة لدهب عادة قديمة جداً تقدر تقول كده إن إحنا تولدنا لإن أهلنا بيعملوا كده كانت في الأول بيقدمها أهل العريس لأهل العروسة كاعربون محبة وتقدير ومع مرور الزمن بيتحاجى العريس ملزم بيها والازم يشتريها لعروس تو وعادة بتكون بمبلغ كبير لأن بنت خلتها مش أحسب منها طيب ليه الشبكة لازم تبقى ذهب؟ ليه مش فضة مثلاً أو عنصر الدهب هو في لز لامع لونه أصفر ذهبي ويعتبر واحد من مجموعة العناصر الانتقالية الموجودة في الجدول الدوري رمز الدهب اي يو اختصار لكلمة اورم ودي معناها باللغة اللاتينية الفجر المتوحج يعني على إنها حاجة بترمز لللمعان والتوهج ومناسبة للدهب كوصف عدد الزر 79 وكسافته 19.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب وبينصهر عند درجة حرارة 1064 وبيغلي عند درجة حرارة 2836 يمكن أن تتفرج ما تكونش يعارف الأرقام دي كبيرة ولا صغيرة حلوة ولا وحشة بس على الأقل تعالى نشوف درجة غليان الماء اللي هي بتكون عند مية درجة فلما الدهب يكون عند درجة حرارة 2836 فتخيل معايا كمية النار والحرارة اللي الدهب بيحتاجها علشان بس يغلي ويبقى زي المية الدهب عنصر تقيل راسي كده ما بيتفاعلش مع أي حاجة وخلاص يعني مثلا مش بيتفاعل مع الأكسوجين في الظروف العادية ولا بيتفاعل مع الهايدروجين ولا مع الأوسطة القلوية ولا حتى مع المية وإلا كان زمان أي واحدة لابس الدهب وبتغسل الموعين تلاقي الدهب بيتفكك منها أو بيسيح أو بيحصل معها أي تفاعلات لما تحطه في مية أو صبون أو حتى تسيبه في الهواء الدهب كمان مش بيتحلل في حمض الهايدروكلوريك بس لو جبت حمض الهايدروكلوريك وحطت علي حمض النايتريك بنسبة واحد لثلاثة حيعمل حاجة اسمها أكواريجيا أو الماء الملكي والظاهرة دي بتعرف تدوب الدهب طيب الدهب بيدوب إزاي؟ إزا كان ما بيتفاعلش مع حمض النايتريك لوحده أو حمض الهايدروكلوريك لوحده إزاي لما نحط الاتنين على بعض الدهب بيتفاعل بص يا سيدي دلوقتي إحنا لما نجيب الدهب ونحطه في خليط من الحمضين مع بعض في نفس اللحظة بيحصل حاجتين أول حاجة إن حمض النايتريك بيأكسد سطح الدهب وبيحاوله الدهب سلاسي تاني حاجة إن أيونات الكولور في حمض الهايدروكلوريك بتتفاعل مع أيونات الدهب اللي طلعت علشان تكون مركب جديد وهو رباعي كولوريد الدهب وده بيدوب بسهولة في المحلول اللي عملناه لحد ما يختفي الدهب كمان بيتفاعل مع الزئبك تفاعل غريب جدا يعني عدة قطرات بسيطة من الزئبك بتكسر الدهب وتحاوله البالورة في الضية محاطة بالزئبك من جميع النواحي زي ما انتو شايفين طب ازاي؟ هنا الزئبك بيدخل على الدهب دخل البلطجية بيكسر الروابط بتاعته وبيفككه وبيمتص كل كمية الدهب الموجودة في التفاعل فبيتطلع لنا خليط جديد خواص مختلفة عن الدهب وبتحس إنه حاجة طرية زي العجين لهو سائل ولا هو صلب طيب يا ترى إيه الفايدة من الخليط ده؟ وهل كمية الدهب اللي نستخدم ده في التفاعل رحت عليا؟ وللحعرف رجحها تاني التفاعل آخر الخليط ده يا سيدي يعتبر طريقة من ضمن طرق استخلاص الذهب منحط عليه زئبك وبيتفاعل معاه ونستخلص منه دهب بيكون أنقى من الدهب اللي فات وزي ما التفاعل الأول كان معمول في درجة حرارة قليلة إحنا بقى حنفكه في درجة حرارة عالية وحيرجع الدهب في شكل أنقى من صورته الأولية ويا دار مدخلك شر الدهب كمان بيتفاعل مع مجموعة الهالوجينات يعني بيتفاعل مع الكلور والبروم واليود فكل اللي فاتح ناخدناه في حسة الكيميا بتاعتني سنوي نيجي بقى لتاريخ الدهب الدهب شارك في معظم الحضرات القديمة وعلى رأسهم الحضارة الفرعونية ففي سنة 1920 كان فيه باحث اسمه دروفتي لقى بعض البرديات في مجبرة فرعونية مصرية وكان من ضمنها أول خريطة في العالم اللي اسمها خريطة تورين اللي كانت بتوصف أماكن مناجم الدهب والبردية دلوقتي موجودة في تورين في إيطاليا نرجع بقى لسؤالك يا ترى إيه هو تاريخ الدهب وإمتى تم استخدامه لأول مرة في التاريخ؟ للأسف ملقوش لحد لوقتي أي تاريخ أو حجبة زمنية معاينة تم استخدام الدهب فيها لأول مرة يعني نقدر نقوله إنه تقريباً تم استخدامه من أقدم العصور؟ يمكن كمان الإنسان البداي كان بيستخدم الدهب في حياته؟ الله أعلم ندخل في المهم يا ترى إيه اللي بيميز الدهب عن باقي العناصر؟ من الحاجات اللي بيتميز الدهب عن غيره من العناصر في جدول الدوري هو إنه ليه قابلية كبيرة جداً في الطرق والسحب؟ يعني إيه؟ يعني إننا ممكن نعمل منه شريحة سوم كـ 0.00000013 سنتيمتر وممكن من 29 جرام بس من الدهب نعمل سلك يوصل لعشرات الكيلومترات يعني ممكن يوصل بين مدنتين ده غير إنه مش بيتفعل مع الهوى يعني مش بيتأكسد أو بيصدي وده اللي خلاي بقشر عنصر وتعامل منه مجوهرات على مر التاريخ طيب طالما وصلنا لمجوهرات يعني إيه عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 وإيه الفرق بينهم؟ الدهب النقي اللي بيكون مصنوع من 100% دهب بيسموه عيار 24 علشان كده عيار 24 بيكون أغلى نوع وده اللي بيتعامل منه العملات وبرات الدهب وبيتم استخدامه في الأجهزة الإلكترونية كموصل جيد أما الدهب عيار 21 بيكون عبارة عن 91.6% دهب والباقي بيكون خليط من معادة تانية زي الفضة والزينك والنيكل وده بيتم استخدامه بشكل أكبر في المجوهرات علشان بيكون أتقل وأنشف من عيار 24 أما الدهب عيار 18 بيكون 75% منه دهب والباقي بيكون حاسه فضة وبيتم استخدامه برضه في صناعة المجوهرات طيب هل الدهب ليه استخدامات في الطب؟ يقدر مثلا يعليك أمراض؟ مؤخرا لقوا أن الدهب ليه قدرة عالية جدا في علاج السرطان ركز معي عشان الحتة دي مهمة جزيئات الدهب الصغيرة جدا اللي بيكون اسمها نانو بارتيكالز منضيف عليها شوية مواد كيميائية ونعمل منها محلول طبي أول ما نحنه في جسم المريض بتقدر تحس بأماكن تواجد الخلايا السرطانية وتروح تلزق فيها طيب وبعدين فبعدها لما نعرض الشخص المريض للإشعاع يقوم الدهب اللي راح لأماكن تواجد الخلايا السرطانية ولزق فيها يركز الإشعاع على الخلايا المصابة بس فيبدأ قتلف الخلايا السرطانية لوحدها من غير ما يأثر على باقي العضاء طيب وحاجة زي كده ممكن تفيدنا بايه اللي يخليني طرجة الخلايا السرطانية بس من غير ما نروح لباقي الجسم زمان كنا بنستخدم الإشعاع بشكل عشوائي تماما في أماكن تواجد الخلايا السرطانية فبتأكل الخلايا السرطانية ومعها الخلايا اللي مش سرطانية فده كان بيخلي علاج السرطان لمضعفات وأعارات جانبية شديدة جدا لكن بعد تجربة جزيئات النانو قللنا من الأضرار وقللنا من كمية الإشعاع وقللنا كمان من وقت العلاج فطبعا التجربة دي تعتبر تجربة نكحة بيستخدم كمان في علاج المفاصل وبيساعد في حالات شلل عصب الوجه فبيتعامل منه جهاز بيقدر يخلي المريض يعرف يقفل عينه ده غير دخوله في بعض الدعمات اللي بتتركب جوا الشرايين وبيستخدم كمان في المركبات الفضائية وفي تصنيع خوز رواد الفضاء علشان بيمنع تسريب الأشعة الضرة حط بقى كل الاستغنامة دي كده على جنب وتعال أقول لك على الكبيرة زمان في البيت الحضرات كان البيع والشيرة بيتم عن طريق حاجة اسمها المقايدة يعني أنا أدي لك كيلو لحمة انت تديني كسين أمح وهكذا ومع مرور الزمن عملية المقايدة تطورت وبيت حاجات سابتة علشان ندي لكل حاجة تمنها فمثلا في بعض البلاد كانت عملتها الأمح والسكر وبلاد تانية كانت بتتعامل بالأحجار الكريمة وأنياب الفيلة وجلود الحيوانات أما الأفارقة قاعدوا مدة طويلة بيستخدموا الصدف الأحمر في المقايدة لحد ما الموضوع تطوروا بقوا محتاجين قيمة سابتة تواحد الأسعار في جميع البلاد يعني مش النهاردة مثلا تديني كيلو اللحمة بتلاتة كيلو أمح وبكرة تدوم لي بخمسة لازم يكون في سوابت علشان محدش فينا يضحك عليه فمن هنا جات فكرة العملة فبدأوا يحطوا شروط للعملة اللي هما محتاجينها زي إنها تكون ينفع تتشال في جبنة وإنها تكون مقبولة ومتدولة والكل بيسعى علشان يجيبها ولازم كمان تكون بكمية محدودة علشان نعرف نحكم الاقتصاد والدنيا ما تبصش مننا ولازم كمان تكون مقاومة للصدق وعوامل التعرية فلما قاعدوا يدوروا لقوا إن الدهب مناسب لكل الحاجات دي ومن وقتها الدهب بقى عملة رسمية وأساس قوي لاقتصاد البلاد طيب ليه الدهب نفسه غالي؟ لإن بالإضافة للخواصة اللي ذكرناها من شوية إنه مش بيتفاعل مع الهوى أو المية أو الهايدروجين أو أي حاجة وإنه كمان شكله جميل ولامع وما بيصديش وما بيتأثرش بالعوامل البيئية إن تكلفة استخراجه من الأرض أساساً غالية جداً ونظراً لكمياته المحدودة في العالم وقانون العرض والطلب لازم يبقى غالي طيب فيه سؤال مهم ممكن يجي على بالك إحنا ليه منشوف في الأفلام ناس بتبلغ حاجة دهب علشان مثلاً تهرب بيها وما بيحصل لهمش أي حاجة والدهب بينزل زي ما هو هي مش دي حاجة مضرة ممكن تأذيه طيب تعالي نشوف كده إلا ممكن يحصل لو بلعنا الدهب سواء كان بالصدفة أو كان عن عمد المعدة بتاعت الإنسان بيكون فيها حمض اسمه هيدروكلوريك وفي أول الحلقة اتكلمنا عنه وقلنا إنه هو مش بيتفاعل مع الدهب فده معناه إن الدهب زي ما بيدخل زي ما بيخرج من غير أي تفاعل ونوع الدهب اللي قصدنا عليه هو الدهب عيار 24 لإنه بيكون من غير أي شوائب وبيكون ناقي تماماً بيكون ذهب فقط لكن الأنواع التانية بيكون فيها شوائب كتير وبيكون فيها عناصر تانية غير الذهب ممكن تتفاعل مع المعدة ممكن تعملك مشاكل وطبعاً الكلام ده كله في حالة إن أنت أصلاً ما عندكش حساسية من الذهب فلما بتبلعه بيطلع من جسمك في عملية الإخراج من غير أي مشاكل إلا بقى لو كنت بلع حاجة تخينة أو حاجة مشارشرة فدي ممكن تعملك الاتهابات في فتحة الشرق وممكن تعملك نزيف فمن آخر ما تستنصحش وتبلع حاجة ده طيب هل الذهب نادر؟ لا الذهب مش نادر ولا حاجة لأنه بيحتل المركز رقم 75 من حيث انتشاره في الكشرة الأرضية وكل الذهب اللي طلعناه من تاريخ الارتباط البشرية كان حوالي 155 ألف طن فالكمية دي لو سيحناها حتمنا ثلاث مرات ونص حمام سباحة من الأولمبيات ومن أشهر الدول المنتجة للذهب هي الصين وبتحتل المركز الأول عالمياً في إنتاجه ووصل إنتاجه حوالي 14.6% من الإنتاج العالمي السنوي وبعدها بتيجي دولة أستراليا في المركز الثاني بنسبة 8.7% من الإنتاج العالمي السنوي وأخيراً في المركز الثالث بتيجي دولة روسيا بنسبة 8.1% آخر استرامل الدهب واللي أنت للأسف مضطر تعمله هو أنك تشتري الشبكة وتدفع فيها كتير لأن بنت خلتها مش أحسن منها الدهب زي ما تواجد زمانه كان نعمة عبطت علينا وساهم في حاجات ملاش حصرة هيفضل أول تاريخ لظهوره عبارة عن لغزة الدهب قوة لا يستهم بيها على مر العصور كان سر قوة الملوك في العصور القديمة وسر قوة الاقتصاد في العصر الحالي الدهب زي ما بيستخدم في صناعة المجوهرات والزينة بيستخدم كمان في علاج أمراض وممكن يساهم في تغيير حياة البشر الدهب ما بيتأثرش برياح ولا بمية ولا برطوبة ولا بملوحة وممكن نلاقي دهب مدفون في عماق المحيط منذ مئات السنين ويفضل زي ما هو محتفظ بقوته وبإمته هل دي مجرد قوة عادية ولا يمكن تكون سحر؟ الكيميا هي لسحر نشاهدكو الحلقة الجاية لو المحتوى اللي منقدمه عجبك وعايزنا نستمر اشترك في قناة فرماستان على يوتيوب وما تنساش شغل الجرس حتلاقي المصادر تحت الفيديو حتلاقي معاوة بالأكاونت الشخص بتاعي على إنستجرام لو حابت تتبعيني بشكل شخصي تابعنا باستمرار وكون مواطن في غموريت فرماستان السلام عليكم اشتركوا في القناة